كمان اختيار جزاف أبو فاضل هشام حدد لا هشام لا هشام أكيد مع أنه هشام إذا بدك كثير حزازيات لا مش حزازيات علاقة يعني أنا بقول عطيبة عطيبة قلب يعني عاش موسم كامل هشام على على أخبار رشاد وإذا بدك كان له كمان فضل كثير كبير بتسويق خايقلك شو كان كان هو زكي قدر لقط اللحظات اللي أنا كنت عم بكون فيها بالتغطيات وبالمقابل هو كمان بعتلي فيها واتساب ما كان يقدر قال لي راشال انت بالنسبة لإلنا مضمون إذا ما حكينا عنه الناس تسألنا عنه وهذا كان يصير حتى توني بتوع تويتر ببتاكاني البرنامج وين فقرت راشال فهو قال لي انت كمان بالنسبة لإلنا إذا ما حكينا عنيك بالعالم تسألنا في فيلم سينما معه فيلم سينما أنا وياه أكيد جزاف أبو فاضل ليش؟ أولا جزاف أبو فاضل حكي بموضوع البابا ومش دريين بالخصة كان يعني انه بكتأوس على العماد مش هلعون قوس بدك تعمل بدك مع رئيس جمهورية عندك تار شخص انت ويع مول البدك بس قوعه معي مش معي مش عبري إذا ما بتعرف الملف مزبوط ما تحكي فيه كرميل صورتك جزافي مش كرميل شيء تاني وانا ما حكيته ولا دقيته كرميل صورتك اختيار آخر مالله صورة منقيين للكرمة ليه عم يبضل تتحك كرمة ليه منقيين لهذه الصورة كرمة خياط مريم البسام انا بحبهم اتناين يترون بس بديك تنقي بدي نقي ايه شوف انتي بعدك هم تقليلي انا بلحق قلبي دايما شوف شوف مريم هي اللي اللي انتبهتلي اول شيء كمان حق يقال بهذا الموضوع ومريم اللي بتختلف فيه عن كرمة مريم اللي ما بيعرفة داعمة رقم واحد لفريقه مش معقول هالمرة يعني قديت عردت لقصص اجابة او سلمة على السوشيال ميديا توني احيانا نقول انا يا عمي شو قال جبرة تفوت بالمشكل يعني تقول انه لا راشال واحد اثنين ثلاثة انا بشهد هذا الموضوع يعني عن جد انا ويا ما تبعتلي على الواتساب سيكون بتعرض لحملة خليك قوي متما انت ما تعتليهم مريم هي اللي انتبهتلي وما بنسو قلت ليها بس قدمت سيقالتي بس تعرفة انه كيف بتبلش بالصحافة جديد ما بينسى بعد الجمال بعد سنتين ما كنت في قناة جديدة او ثلاث سنين كنا عادين انا واحدة الزميلات وداليا اذا ما اني غلطان داليا احمد وهيك فبتقول مريم بتقول بتكون لكم رأيي بكل حدم المراسلين وانا قاعدة وعمل لك ما كنت تعليقتي بمريم يعني هالقدة متطورة اننا احنا امتلافية بتقول لي انت البطلة بقناة جديد